من المكلة عاصمة محافظة حضرموت دعا الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي اليمنيين إلى وحدة الصف في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد وتتمثل بدون شك في طرد ميليشيات الحوثي وصالح من المحافظات التي ما زالوا يسيطرون عليها بقوة السلاح الزيارة الأولى للمحافظة منذ تولي هادي الرئاسة عام 2012 شهدت تركيزا على الملفين الأمني والاقتصادي لحضرموت التي عادت تحت جناح الحكومة بعد سيطرة تنظيم القاعدة عليها هادي لم يغب عن باله التذكير بأن الميليشيات الانقلابية لم تدنس حضرموت في إشارة إلى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الميليشيات هذه التي ما زالت تسيطر على العاصمة صنعاء حتى اللحظة لكنها تتعرض لخسائر كبيرة خلال اليومين الماضيين على أطرافها والحديث هنا عن مديرية النهم وجبالها المطلة على صنعاء الجيش الوطني سيطر على تلتين نهدين وصالح وعلى منطقة قرن ودعة المطلة على الطريق الرئيس الذي يربط نهم بالعاصمة وهو يعد طريقا حيويا بالنسبة للميليشيات خسائر الحوثي تجاوزت عشرات القتلى في اليومين الأخيرين بالإضافة إلى أسرى وقعوا في أيدي الجيش والمقاومة وبسبب تلك الخسائر دعا الفريق الركن علي محسن الأحمر نائب الرئيس هادي من نهم أبناء القبائل التي تقف إلى جانب الحوثي لتفويت الفرصة على إيران التي تسعى للزج بهم في حروب عبثية خمسة كيلومترات تفصل الجيش والمقاومة عن السيطرة على انقيل بن غليلان المطلة على مطار صنعاء ومواقع استراتيجية أخرى وسط العاصمة وهو ما يشير في حال تم ذلك إلى قرب انتهاء الحل العسكري لصالح الحكومة على حساب الميليشيات